اشتركوا في القناة اخواني الكرام اخواتي الكريمات نلتفت الى لفتة نبوية رائعة في طريقة التعامل مع الخدم الخادم او الخادمة الذين يخدموننا كيف نتعامل معهم تعالوا بنا الى لفتة نبوية في جانب لا يمكن ان يوصف الا باطيب الاوصاف واعلى الاوصاف واجود الاوصاف ذلكم في موقفه عليه الصلاة والسلام مع خادمه ربيعة ابن كعب الاسلمي ربيعة رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي اليه بوضوءه الوضوء هو الماء الذي يتوضأ منه والفرق بين الوضوء والوضوء ان بالضم الوضوء هو عملية الوضوء اما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ منه فكان يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوءه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة وسأله سؤالا وجرى بينهما حوار عظيم حوار نتعلم منه اليوم ادب وسلوك جميل في التعامل مع الخدم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربيعة ألك حاجة يعني في شيء محتاج له وهذا هو الخلق النبوي في انه سأل الخادم شنو حاجاتك في شيء انت محتاجة الآن اسأل نفسي يا اخوة واسألكم كم مرة جلسنا مع الخدم سواء كان من الذكور او من الخادمات من الاناث وسألناهم محتاجين شيء في عندكم شيء لأسف يعني الجواب سيكون في الغالب لا يوجد اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد سأل خادمه قال ألك حاجة يعني يا ربيعة في شيء انت محتاجة فربيعة رضي الله عنه كان فطنا وكان كيسا وكان ذكيا فقال يا رسول الله يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة يا سلام طموح عالي همتي همة الملوك ونفسي نفس حر همة ربيعة رضي الله عنه همة عالية لا استسهلن الصعب او ادرك المنى فمن قادت الامال وإلا لصابري كان طموحه عالي رضي الله عنه وارضاه فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم سأله لك حاجة كان يتوقع من حوائج الدنيا شيء من المال يتوسط لعنده فلان يعطيه شيء من حوائج الدنيا يعني شو من أمور الدنيا لكن أن ينتقل بأن تكون حاجته أمر أخروي في الجنة لا ويرافق النبي صلى الله عليه وسلم في المقام العالي يعني هذا والله طموح لا يمكن أن يباريه طموح ولا أن يجاريه طموح قال أسألك مرافقتك في الجنة ماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعرف بعد هذا الفاصل اليسير بتوفيق الله القدر حياكم الله أخوان الكرام مرة أخرى ومع هذه القصة العجيبة التي تثبت اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بخادمه وأنه كان يتفقد حاجاتهم ويسأل هل لك حاجة كما فعل مع ربيع بن كعب قال هل لك حاجة قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك يعني في شيء ثاني خاف يعني قال لا يا رسول الله أبي هذا أبي الطلب هذا فقال له عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود يعني الطلب هذا إن شاء الله بإذن الله وبتيسير الله يتحقق لكن مطلوب أن تبذل جهدا وأن تزيد من العبادة والطاعة وكثرة القيام والسجود لله تبارك وتعالى حتى تصل إلى المقام العالي وترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هذا الحديث أيها الإخوة الذي جاء الربيعة وجاء في رواية أخرى قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع يعني كل اليوم وأنا أخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة يعني صلاة العشاء فأجلس ببابه إذا دخل بيتهم أقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة يعني تخيلوا كان يتحرى يمكن أن يحتاج شيء يمكن أن يريد شيء فكان يجس عند الباب يخدم نفسه بطريقة رائعة قال فما أزال أسمعه يقول صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده أي نفسه كان يذكر الله كثيرا حتى أمل فأرجع أو تغلبني عني فأرقد يعني يا يرجع البيته يا ينام منتظرا حاجة النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الإخلاص عند هذا الصحابي في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي يوما لما يرى من خفتي له وخدمتي إياه يعني ما شاء الله لقى من كثر ما أنا أخدم وكذا قال سلني يا ربيعة أعطيك يعني أطلبني أي شيء أعطيك أطلب ووعده هنسل سنة بأن يعطيها فقال فقلت أنظر في أمري يا رسول الله يعني خلني خلني أراجع وأشاور نفسي بعدين أقول لك وهذه من فطنة ربيعة رضي الله عنه أنه لم يتخذ القرار بشكل سريع بل إنه رجع إلى نفسه وبدأ يتأمل ويتخير حتى يأتي بالنتيجة السديدة الرشيدة وهذه فيها لفتة يا أخوة وملحظ أن الإنسان لا يتعجل في بعض الأمور يحتاج أنه يتريث يراجع نفسه يسأل يتأكد يعني نسمي باللفظ العام مخمخة شوي يفكر فيها حتى تنضج في ذهني وهذا ما فعله ربيعة رضي الله عنه وأرضاه قال أنظر في أمري يا رسول الله قال ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطع هزائل الدنيا هذه مراححة لن أستفيد منها شيئا وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويتيني يعني رزقي الحمد لله جايني ويكفيني وما راح يعني يعني أشيء أشيء الهم مسألة الرزق قال فقلت أسألك مرافقتك في الجنة يعني ماذا أطلبك فقال فقلت أطلب من نبي صلى الله عليه وسلم لآخرتي لا لدنياي وهذا من ذكاء ربيعة ربيعة رضي الله عنه كان ذكيا وكان فطنا وكان مطبقا للحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت كان يعمل لما بعد الموت فقال رضي الله عنه فجئت من السلم فقلت بعد أن قال ما فعلت ربيعة قال أسألك مرافقتك في الجنة وهذا الطلب من الربيعة رضي الله عنه فيه فطنة وفيه ذكاء وفيه إثبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم لمن يخدمه ويتفقد حاجاتهم ويسأل عن أحوالهم بهذا القدر نكتفي ونعدكم بحلقة قادمة بإذن الله إلى ذلكم الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته